او ابن الدغنة قال له يا ابا بكر كيف تذهب انت رأس من رأس قومك لا تهاجر ابقى عندنا هنا واشترط علي قريش اشترطت علي قريش ان لا تقرأ القرآن على الناس ابو بكر يقرأ القرآن ويتأثر بصوته الناس ويبكي من القرآن فوافق رضي الله عنه على رأي ابن الدغنة ان يبقى بجواره بشرط انه ما يقرأ على الناس القرآن في المسجد محافظة على نفسه حتى يتقوى الاسلام ابو بكر ماذا فعل هد البيت وسع في بيته دعونا نقول زي الان ازال الجدار وفتح ساحة خارجية على بيته او ربما نستطيع نسميها ما يسمى اليوم بالبلكونة المكان المفتوح يقول حتى اجلسوا اقرأ في بيتي وارفعوا صوتي فيسمعوا الناس القرآن فيسلمون ويتأثرون فكان ابو بكر يفعل ذلك فقريش غاضهم الامر النساء والرجال والاطفال يقتربون منه ويسمعون القرآن ويتأثرون فرجعوا الى ذلك الرجل وقالوا ان جواره لك لم يكفنا شره من قراءة القرآن اكفنا شره وإلا لن نتركه يقرأ القرآن كما يريد او يجاورك فذهب له هذا الرجل وقال له ان القوم يعني قريش اشتكوا لا تقرأ القرآن حتى في بيتك قال والله انما هو بيتي واني لا اقرأ القرآن ولا اريد جوارك خلاص انا ما اريد ابغى جوارك انما اريد جوار الله تبارك وتعالى وترك جواره واستمر رضي الله عنه وارضاه يقرأ القرآن ويتأثر الناس منه بقراءته لانه يعيش القرآن السورة التي قرأها الامام في الركعة الاولى الهاكم التكاثر قيل ان الصديق رضي الله عنه اذا قرأها بكى واذا قرأ الزلزلة بكى ويتأثر من القرآن لما جاء ولذلك عائشة رضي الله عنها ماذا قالت يوم مريض النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت ان ابي رجل اسيف يبكي اذا سمع القرآن ولا يفهم منه قال ويحكي ان كنا صويحبات يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس ابو بكر لما جاء وفد اليمن الى النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود فلما سمعوا العايات تتلى بكوا ماذا قال ابو بكر قال كنا كذلك قبل ان تقسوا قلوبنا يقول حنا كنا مثلكم قبل ان تقسوا القلوب ثم بكى من هذا الموقف رضي الله عنه وارضه اسعلكم بالله لما قرأ الان الامام الهاكم التكاثر هل تأثرنا كم لنا ما بكينا ترى الله غني عن دموعنا الله جعل في الارض سبعة ابحر ومساحة البحار في الارض اكثر من مساحة اليابسة لكن الله يريد ان يرى دمعتك ان يرى رقة قلبك ان ترى الله التذلل بين يديه ان تبكي بين يدي الله وتنطرح يقرأ القرآن وتتلى المواعظ ونسمع الاحاديث ونسمع المواقف واحيانا ما نتأثر القرآن الكريم اذا انزل على جبل لو انزل على جبل رأيت خاشع متصدعا من خشية الله واليوم قلوب الكثير الا ما رحم ربك اصبح القرآن لا يؤثر بها شيئا ابو بكر الصديق يبكي من خشية الله ويفهم القرآن ويتعامل معه ولذلك اول ما نزلت الام ميم غليبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم ايش سيغلبون في بضع سنين قام ابو بكر قال ان الله يقول سيغلبون في بضع سنين والبضع ثلاث سنوات فمر عليه ابي بن خلف قال انك مخدوع بما يقول محمد الروم ستغلب ستغلب الفرص هزمت الروم هزيمة كما يقال ساحقة مستحيل ان تهزم الفرص وتهزمها الروم قال اراهنك والرهان في ذلك الوقت بهذه الطريقة جائز قبلا التحريم بكذا انها ستغلب في ثلاث سنوات على ظنه ان البضع ثلاث سنوات ثم ذهب الصديق الى النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ابي قال لي هذا الكلام وراهنته قال الرسول رحمك الله يا ابا بكر انما البضع ما بين ثلاث الى تسع ورجع ابو بكر فيبحث عن ابي قال تعال قال ها تراجعت قال لا اتيتك ازيد المدة وازيد المبلغ ابا اقول لك ان الله جل وعليه سيتحقق كلامه لكن البضع انا استغفر الله قد ما يكون ثلاث ما بين ثلاث الى تسع وادفع مئة الف درهم وفي بعد سبع سنوات من هذا الكلام وتحديدا في يوم صلح الحديبية كانت بداية السنة السابعة كان ذلك اليوم انتصار الرومان على الفرس فحقق الله جل وعلا ما قاله وما وعد منه الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ولذلك كان يعرف ان هناك ثقة ويقين ان ما قاله الله تبارك وتعالى سيتحقق في يوم الهجرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرسول يا رسول الله اقبل على النبي يريد الهجرة قال يا رسول الله اذلي بالهجرة ركزوا ما هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر لعل الله ان يأذن بصاحب يكون معك يقول ففهمت ابو بكر ان الصاحب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تلك الليلة اني سمعت في هذا الكلام جهزت راحلتين اهنتين انتظر فقط الاذن ولما اذن الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة اتى رسول الله الى ابو بكر قال يا ابا بكر ان الله قد اذن لصاحبك بالهجرة قال الصحبة يا رسول الله قال انت صاحبي تقول عايشة والله ما رأيت ابي فرحا يبكي كفرحه يوم قال له الرسول ترك صاحبي في هذه الهجرة ترمه برأي حصيد ولا يتمشأ ذاهب في هجرة قد يكون هلاك علي في هذه الهجرة قد يكون الموت لكنه فرح بها وبشى انه سيكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة وصدق رسول الله ما سبقكم ابو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقرر في قلبه رضي الله عنه ذهب واخذ جميع امواله ما ترك شيئا وترك عياله في مكة ثم ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم عزه سبحان الله يقول احد الدعاة رأيت رجل من اهل فلسطين في دولة لاجة يقول فسألته قلت له يعني اعانكم الله انتم ما يصيبكم اليأس من كثرة قتلاكم وشهدائكم يقول فنضب علي قال والله العظيم ان البيت اللي ما فيه شهيد انه بيت خجلان ما يستطيع يقابلون الناس اذا ما كان في كل بيت منه شهيدا قدم نفسه وروحه لله ولا نصبح امام الناس ما لنقيمه نقول لأولئك اهل فلسطين وخصوصا في ظل هذه الظروف نقول اصفروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واعلموا وانكم ان شاء الله متصرون نحن نرى اخباركم ونسمعها وتتفطر يعلم الله القلوب وتدمع العيون ونسأل الله لكم دائما نصرا وثباتا ان تهويت مدينة القدس التي يريدها الصهاينة بموافقة من حلفائهم ما هي الا نداءات كانت تتكرر كثيرا على مدار السنوات الماضية ليس تكتيكا جديدا بل هي مرحلة اخرى من ضمن المراحل الاولى فنقول لكم انكم بهذا الثبات اقسم بالله العظيم لتزيدون الامة ثباتا على ثباتها فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اعلموا ان الله ناصركم وسيأتي ذلك اليوم الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله نسأل الله يرزقنا صلاة عاجلة غير عاجلة في المسجد الاقصى وان يحرره من اذناب القردة والخنازير ان يثبت اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين فابو بكر الصديق متشوق لهذا الامر خرج مهاجرا مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس معه شيء ليس معه احد من ابنائه وقد اخذ امواله كان يمشي امام الرسول في الرحلة مرة امامه ومره خلفه ومره عن يمينه ومره عن شماله يقول الرسول لماذا قال امشي امامك اتذكر انه ربما نرصد من الامام فاكون انا في الواجهة وامشي خلفك خشية ان يقدر بيقدر بنا قريش وامشي تارة عن يمينك وشمالك خشية ان تصاب حتى وصلوا الى غار ثور يقول رضي الله عنهم فامر النبي ان ندخل عليه الصلاة في هذا الغار يقول يوم جاء يدخل الرسول قلت انتظر ادخل قبلك يدخل قبل ليش وش السبب يتفقد الغار يشوف لا يكون فيه دواب وحيايا وعقارب يقول فدخل يفتش الغار جاء في الرواية رضي الله عنه وارضاه انه كسحه كسحا والكسح في اللغة بمعنى نظفه ورآه يقول فكسحت الغار كله وكلما رأيت ثقبا في الغار سددته يدخل اصبعه حتى يتأكد اذا فيه شيء يلدغ لدغه واذا ما فيه شيء وضع قطعه من قماش ثوبه ثم سد ذلك الثقب يقول فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم متعب مجهد اراد النوم ثم قال يا ابا بكر ضع لي رجلك يقول فجلست متربعا ووضع النبي رأسه في حضن ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ثم وضع رأسه ونام لان متوكل على الله الزم يديك بحبل الله معتصما فانه الركن انخانت كاركان ابو بكر في هاللحظات والرسول نائم على فخذه خرجت حيا من احدى الثقوب من جحر وابو بكر خشي ان يتحرك فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده سد الثقوب وبدأت الحيا تلدق في ابو بكر الصديق ومن شدة لدغتها دمعت عينه حتى سقطت تساقط دموعه على خد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بك قال لدغت يا رسول الله فداك اوفدتك نفسي وابي وامي قال لما لم لم تخبر قال خشيت ان تستيقظ وان تقوم فقرأ النبي صلى الله ونفث على يده ثم خرج السم من يد ابو بكر الصديق رضي الله عنه طبعا الرواية التي تناقلها بعض المؤرخين في مسألة انه جاءت العنكبوت وهذه رواية ضعيفة حتى انه قال الشاعر ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي عناية الله اغنت من مضاعفة من الدروع او عار من الاغطمين فيقول ابو بكر في هذه اللحظات مر علينا رجل راعي غنم فخرجت اليه يقول انا جائع والرسول جائع والرسول عطشان وانا كذلك يقول فالتقيت بهذا الراعي فقلت له اعندك لبا في حليب يقول فاعطاني حليبا ثم لما وضعه يقول عندي مذقة شيء بسيط المذقة من اللبن الشيء القليل يقول فاخذته الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى انه ما شرب منه على اقل يتقوى حتى يحرس النبي عليه الصلاة والسلام ويواصل معه الطريق يقول فاخذت اللبن فاعطيته النبي اسمعوا هالعبارة يقول فاذا بالنبي يشرب يقول فشرب النبي حتى ارتويت من شدة حبه للنبي يقول الرسول يشرب وانا ارتويت مما كان يشربه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يقول عمر عن هذه الليالي يعني الليالي التي قضيت في هذا الغار يقول عمر رضي الله عنه والله لليلة من ليالي ابي بكر الصديق يعني في هذا الغار خير من ليالي آل عمر كلها يعني قضى ابو بكر الصديق مع النبي تلك الليلة العظيمة فداه بنفسه وماله حتى قال ليتني شعرة شعرة في صدر ابو بكر الصديق رضي الله عنه ما ارضاه اين اولئك الذين يقرؤوا مذكرات بيليه وهتلر وغيرهم من الذين يعتقدون انهم عظماء العصر وزمان هذا وعظماء الزمان كله لو رجعوا الى قصص وإلى مذكرات وإلى روايات صحيحة ثابتة عن سير اولئك العظماء لوجدوا فيها الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة ثم خرج ابو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام من غالث كل ما مروا على قبيله طبعا ابو بكر يمشي مع النبي ولا يريد ان يعرف به خشية ان يؤذى كل ما مر على قوم طبعا هم يعرفون ابو بكر يعرفون لانه تاجر وكان يمر على القبائل وعلى تلك الاماكن لهم فاذا قالوا من هذا الذي معك يا ابو بكر وهو قد صدق هم يظنون انه يقصد انه يدلني الطريق وهو يقصد يهديني الطريق اي طريق الحق والاستقامة والتوحيد والهداية فظل ابو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على المدينة ولما وصل طبعا مرة يتقدم ابو بكر كما قلنا ومر يتأخر من باب حراسة النبي صلى الله عليه وسلم يوم وصل المدينة وابو بكر في المقدمة اهل المدينة الانصار لما رأوا ابو بكر وهم لا يعرفون ظنوا ان ابو بكر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقدموا اليه وقبلوه واحتضنوه ابو بكر احرج من هذا الموقف وما اراد ان يتأخر ولا يقول هذا هو الرسول عليه الصلاة السلام فماذا فعل اخذ رضي الله عنه رداءه الذي على ظهره وغطى به النبي صلى الله عليه وسلم اي ظلله به عن الشمس فعلموا ان ذلك هو النبي فاجتمعوا عليه وقبلوه واحتضنوه صلى الله عليه وسلم والرسول يتبسم حينما رأى ذلك الموقف ثم يستمر الامر والنبي عليه الصلاة والسلام لابي بكر معه مواقف عدة صلى الصبح الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نظر فاذا بعمر ابن الخطاب وابو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف قال له صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما فقال ابو بكر من باب الاخلاص انا يا رسول الله اصبحت هذا اليوم صائما عمر يقول بيت ليلتي وما نيويت وانا صوم فقمت مفطرا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من منكم اليوم زار مريضا قال عمر يا رسول الله انما خرجنا من بيوتنا الى المسجد يعني تونا مصلينا الفجر فما برحنا ما رحنا من اماكننا كيف الروح نزور مرضى قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه انا زرت مريضا علمت ان اخي عبد الرحمن بن عوف مريضا وخرجت قبل الصلاة وجعلت طريقي للمسجد طريقي الى بيته واعلم ان اهله يستيقظون في هذا الوقت فزرته رضي الله عنه لانه مريض يقول عمر وانا اناظر ثم قال الرسول عليه الصلاة من منكم اليوم تصدق بصدقة على فقير قال عمر يا رسول الله قمنا وجينا للمسجد وقابلناك ما امدانا وين نروح نتصدق ونفعل قال ابو بكر انا دخلت المسجد ووجدت ابن ابني يقولها ابو بكر ولد عبد الرحمن في يده كسرة خبز ووجدت فقير في طرف المسجد فاخدت الخبزة من ابن ابني وعطيتها الفقير ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمعت تلك في رجل الا بشر بالجنة هذا الذي فعله الصديق رضي الله عنه ثم يقول عمر والله لا اسبقك الى شيء بعد اليوم يا ابا بكر يقول عمر جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم غزوة تبوك غزوة العسرة فقال يا ايها الناس تصدقوا اليوم يوم الصدقة يقول عمر قلت فرصة لان عندي مال في ذلك الوقت يقول فذهبت ووجدت مالي فقسمته نصفين نصف لابنائي وعيالي والنصف الاخر احضرته للنبي صلى الله عليه وسلم قلت اليوم نصف المال يقول فقدمته للنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تركت لأبنائك قال تركت نصفه واتى ابو بكر معه مال فقدمه قال ماذا تركت لأبنائك قال تركت لهم الله ورسوله ولاحظوا الأدب ما قال ما تركت لهم شيء قال تركت لهم مايش الله ورسوله يقول عمر رضي الله عنه وارضاه والله كل ما حاولت أن تركت لهم